فرد واحد أكون شيوعي هذا كاتب كتاب أنا قرأت القصة في كتابه كان من الكادر المركزي للحزب الشيوعي العراقي بعد ذلك الرجل تاب عن الحزب الشيوعي وألف كتاب ضد الحزب الشيوعي العراقي الحزب الشيوعي العراقي مؤسسه فرد رجل مسيحي اسمه فهد كان خياط يعني فرد ضابط من روسيا يجي إلى بغداد ونظم جماعة رئيسهم فهد فجعل الحزب الشيوعي فرد كادر مركزي أعضاء 18 واحد وهؤلاء هم الذين جاءوا آخرا بصدام إلى الحكم هذا الرجل التائب من الحزب الشيوعي والذي ألف كتاب حول قضايا الحزب الشيوعي هناك يذكرها القصة يقول على أنه نحن حزب الشيوعي يعني شنو حزب الشيوعي نضد الله يعني ضد رأس المال يعني ضد الملوكية اللي موجودة في العراق ذلك اليوم يقول كنا احنا كنا فقراء اجتماعاتنا وين تصير يقول نجتمع في فرد بيت ضخم أشوف في بغداد أتعجب أنا هالبيت الضخم شنو يقول فرد يومي سألت من هذا صديقنا يعني أنا ثانوي تقريبا هو الرئيس هو السكرتير سألت كذا هاله بيت مال منو قال مال فرد يهودي وهو اليهودي وهذا الصاحبة يقول قال هذا في سوق التشارجة من أكبر التجار وشوفت عاية تناقض يحني ضد رأس المال وفي بيت الرأس مالي ناكل ويحني ضد الله وفي بيت اليهودي ناكل يهودي يعني جنو يعني يعني يعطيب بالله فسأل اللهم ونحرف مالهم أسأل من هذا الرئيس مالي هذا شو القصة يقول قصة كنت هذا فرد يهودي رحيم فريب القلب يقول هايب ما يقنعني هذا الجواب يقول فرد الليلة أصدقان ما جاي أنا رحت أريد أشوف هاليهودي أسأل منه بأي مناسبة يقول حتى حصلته تفهم احنا نسويكم آلة حتى نتمكن ان نضرب بكم من شئنا هم يفهمون احنا اللي منف